يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تنسيل العزيز الرحيم لتنذر قوما مما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حقق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم قمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسغاء عليهم أأنزغتهم أم لم تنذركم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الزكوة وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفغة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أوصلنا إليهم سنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعطم إلا بشر مثلنا وما أعزل وحمن وما أعزل وحمن من شيء إن أعطم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيغنا بكم لإن لم تنتقوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصر مدينة غجل يسعى قال يا قوم إتبعوا مرسلين إتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضر الله تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آموت بغربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفغ لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنسلنا على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أسوة على العباد ما يأتيهم من وسول إلا كانوا به يستغزئون ألم يروا كم أهلدنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النغار فإذا هم ظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أعادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق نغار وكله في فلك يسبحون وآية له أننا حملنا ذريته في الفلك المشكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن الشعب نغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم يوقظون إلا وحمة منا ومطاعد إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترهمون وما تأتيهم من آية من آيات غبهم إلا كانوا عنها معرطين وإذا قيل لهم أنفقوا مما غسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا آمنوا أنتعهم من لو يشاء الله أطعمه إن آتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنت صادقين ما يوصلون إلا صحة واحدة تأخذهم وهم يخصطمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا قل من الأجداث إلى غبهم يوصلون قالوا يا غيلنا من من بعثنا من من مرقدنا هذا ما وعدا وهمان وصدق المرسلون إن كانت إلا صحة واحدة فإذا قل جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأغائق متكئون لهم فيها فاكهة ولاكم ما يدعون سلام قولهم من رب وحيم وامداز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوهم مبين وأن يعبدوني هذا صغاق مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيغا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعتون اسلوغ اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفغاههم وتكلمنا أيديهم وتشغد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمصنا على أعينهم فاستبقوا الصغاة فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَغَوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَبِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلَنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْبُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْتُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعِلَّهُمْ يُوصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَسْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُودٌ مُحْفَرُونَ فَلَا يَحْزُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِلُونَ أَوَلَهُ يَغَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطُفَةٍ فَيْذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضْغَرَ لَنَا مَثَلٌ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَلَ مَوَهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَغِ الْأَخْضَغِ نَاغًا نَاغًا فَيْذَا أَنْتُمْ مِنُهُ تُوْقِدُونُ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاغَاتِ وَالْأَغْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخُلُقَ بِطْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا أَغَادَ شَيْءٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَنَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ